أوحى الرئيس جو بايدن للعالم بالطهارة والإنسانية كما لو أنه جاء إلى حكم دولة لم تغمس يديها في دم الشعوب والدول وما أطلقه أسلافه في العالم من صراعات وأزمات حيث كان لهم الدور الأكثر قباحة وتوحشا خارج التقاليد واللياقات والمتعارف عليه تحدث رئيس أقوى دولة في العالم عن ضرورة إيزاحة الرئيس الروسي من الحكم متخطيا الواقع والخيال معا فروسيا ثاني قوة نووية في العالم والكريملين أعلن أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخيرة أنه لن يتوانى عن استخدام السلاح النووي إذا هدد أمن بلاده فكيف الحال في فرض إيزاحة رئيسها عن السلطة بالقوة أو بغير القوة؟ المراقبون وحلفاء وأصدقاء أمريكا أذهلتهم تحرجة خطاب بايدن إلى مستوى فعالي وباطني في الوقت نفسه لكن صلاف الرئيس الأمريكي منعه من الاعتذار عما وصفه المسؤولون الأمريكيون بزلة نيسان ما يعني أن هناك تفكيرا جديا في الغرف المظلمة في الإدارة الأمريكية بالعمل على إزاحة بوتين وفقا لتراث البيت الأبيض الزاخر بالانقلابات والاغتيالات في أربع جهات الأرض مسارعة قادة عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى النأي بأنفسهم عما تفوه به بايدن يعزز الشكوك بنوايا إدارته وهو ما يعتبر في حال ترجمته توجها جنونيا خالصا فهل يعي مهندس سياسة البيت الأبيض إلى أين يدفعون بالعالم إذا استمروا في اتباع هذا النهج الذي تبين أنه مدمر أينما حل رغم أن معظم التجارب أثبتت فشله ترجمة نانسي قنقر